يقول لك تاب خذ يا مولانا ما احنا بدأنا حديثنا شيخنا بأن الحج وسيلة لتصحيح مسار الحياة طب هذا الإنسان كل سنة يريد أن يصحح مسار حياته بالحج نعم وين المشكلة؟ لكن هو لو أغاث مسلماً وأغاث ملهوفاً وأغاث طفلاً يتيماً فهذا أيضاً من تصحيح مسار الحياة ده بالعكس ده تصحيح المسار في إغاثة الملهوف أو كفالة اليتيم هي تصحيح مسار أثر متعدي لأنه لما يحج أثر على نفسه لكن إذا أغاث هؤلاء وقدم هذا المال وخاصة أن الآن أصبح تكلفة الحج مرتفعة جداً وبثمن تكلفة الحج تستطيع أن تقدم ختمات كثيرة للمنكوبين في بلاد المسلمين وما أكثرهم ولكن أنا أقول أن هذا الموضوع يحتاج إلى تضافر للجهود لأنه لو قلنا مثلاً نتحدث حسراً عماً حج وأدى الفريضة خلاص طبعاً خلاص إحنا نقول إذا كانت أنا سألت إذا كان هذه حجة الفردة يبقى تقدم أما إذا كان الإنسان حج بعضهم يكون حج مرة واثنين وثلاثة ولكنه تعود أنه كل عام ربنا موسع عليه فكل عام بيروح يحج وكل كم شهر عمره نعم وأنا أقول له لا يعني هذا الإنسان حتى أنه أحد السلف يعني فسر هذا الأمر بتفسير صعب شوية أن الإنسان إذا كان حجة الفريضة وعنده أموال أخرى كثيرة ويذهب كل عام فسرها تفسير صعب هو تفسير طبعاً من أحد العلماء يعني اكتهاد منه يقول إن المال إذا جمع من وسخ التجارات أبت النفس إلا أن تصرفه في شهواتها وأصبحت شهوة عنده أصبحت شهوة أنه كل سنة أروح حج لكن لو إن الإنسان حكم ما أرشده إليه الإسلام في منهجيته لوجد اللز أكثر وأكثر ووجد المتعة والراحة والسعادة في أنه يكفو اليتيم أو يغيث ملهوفاً أو يقيم سقفاً لبيت من بيوت المسلمين في العراء الذين يأتي عليهم الشتاء تلوى الشتاء والتلج بعد التلج وهم في العراء لا مغيث لهم ولا أحد يمد لهم يد العون فبالتالي سيجد راحته ولذته أنا قلت لك من قبل في هذا اللقاء سيدنا زين العابدين ابن الحسد ابن علي رضي الله عنه كان يعيش في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم طوال عشرين سنة طوال عشرين سنة فقراء المسلمين في المدينة لم يشتكوا فقراً ويجد كل فقير أمام بيتي مؤوناته لذلك اليوم ولا يعرف من أين يأتي الأولويات واضحة فكان هو عنده حصر بالفقراء هؤلاء ويمر عليهم في الليل يعني تخيل أنت لما فقراء المدينة كلهم ياخدوا نصبهم من طعامهم لليوم القادم لا شك وأبداً أن هذا الموضوع لما هو يعني يجهز المؤونة دي وبعدين يجتالها وبعدين يمشي يلف على البيوت معناته أنه أخذ وقت طويل جداً يعني معناته أنه ممكن ما يكونش يقامي الليل أصلاً في الليلة دي يعني الليله كله بدل ما يقوموا في القيام والتهجد قامه في السعي على هؤلاء فهو يجد لزته وسعادته وأنسه في ويوفر للفقراء حوائجهم لأن هذا أثر متعدي وأنا بالتالي أقول للأخ السائل يعني جزاك الله خير أن أنت طرحت هذه النقطة وأنا نقول من تصحيح المصار بعد الحج للحجاج ولأهل الإسلام المقتدرين أولى بك أن تغس هؤلاء الذين يوجدون في بلاد المسلمين وما أكثرها عن أن تذهب إلى الحج النافلة أولى لك هذا أولى لك هذا ولتعلم أن بهذا أنت تضع مالك في الطريق الصحيح وفي الميزان الصحيح الذي يرضي الله سبحانه وتعالى ويغيث هؤلاء